الجزء الثاني لما ديتبول قتل كل عالم مارفل كان سبايدر مان وفنم يتضربون عادي ديتبول كان يتخيل نفسه يطلع في الحديقة ويلعب مع سبايدر مان ويدخل معه بمسابقة أكل جاهم أقوى متسابق وديتبول كان يأكل بسرعة وبشراسة بس بالحقيقة هو قتل أدي بروك أخذ فنم أكل سبايدر مان ثم بعدها راحة لمجزرة قتل سبايدر وومن وولدها وقطع راس مايلز مورالس ثم قتل كل الجاردينز اوف دا غالكسي جاء البانيشر ومونات وشافوا سلاح ديتبول طائح في الأرض قال البانيشر أبأخذ السلاحة وبدبح فيه مونات قال أنت بهمهو أرسلنا رسالة مساعدة ما نعرفش السالفة قال أعرف أول ما يضرب أنا بنهيه وكمل ديتبول راح عند باقي الأكس من وفجرهم لقوا موقع ودخل عليهم ديتبول كانوا بيحاولون يعرفون وش السالفة بس ديتبول بدأ يضرب البانيشر ما صبر واستخدم السلاح بس ديتبول فخخ السلاح نفسه ومات البانيشر مكان بعدها مونات عصب بدأ يضرب أقوى ما عنده ومن قوة الضرب ديتبول بدأ يستوعب قال ديتبول يضربني أقوى استغرب مونات بس كمل يضرب قال بعدها ديتبول هو يتحكم فيني قال من؟ قال هو يستخدمني عشان يقتل كل الأبطال ثم بعدها اشتغلت الشاشة اللي وراهم طلع ريد سكال وقال كود ثم ديتبول طائعن مونات ومشى وقبل ما يموت مونات يكلم جيسيكا وقال لها اجيب أقوى ما عندها بعدها ديتبول بدأ تخيل نفسه أنه يتعالج بس ما كان كذا أبدا ثم جت جونز وجابت أقوى ما عندها هول كابتن مارس قالت ويتش دوكتر شترينج والباقية كلهم عشان ديتبول طلع ديتبول وهالمرة كان مندمج مع أولترون